الطب التجديد الحقيقة جاء كبديل عن الأسلوب الطبي القديم مع كبار السن بنعرف غالبية كبار السن أختي ليلك بيعانوا من آلم نتيجة وجود ديسك أو التهاب في الأوطار الكتف أو خشونة في الركبة إلى آخره المرضى كان أمام خيارين وخيارين صعبين الحقيقة إما أنه يعمل عملية وفي كثير من الأحيان المريض وضع الصحي لا يسمح له أن يعمل عملية أو بقوله الأطباء عليك أن تبقى على المسكنات باقي عمرك إحنا فيش حدا بالعيلة أو بالبيد بيوتنا إلا في عنا حدا كبير في السن عنده واحد من هذه الألم إن كانت ديسك أو خشونة في المفاصل أو إلى آخره جديد الحقيقة طلع إيش اسمه الطب التجديدي الطب التجديدي شو بقول بدل من عرض المريض لعمليات خطرة أو يبقى على المسكنات وإحنا عارفين مشاكل بسكنات باقي عمره لا بنعطيه مواد بنحقنها في المكان اللي فيه ألم إن كان في المفصل أو كان في العضلات أو في الأعصاب أو غيرها هذه المواد دورها أنه تعمل على ترميم وتروية الأعصاب والأنسجة اللي حصل فيها اعتلال مثل إيش الطب التجديدي مثل الخلاجة ذعية مثل الإبراليبلازما اللي هي PRP أو الأوزون أو غيرها من المواد كذلك فيه كل جين أعصاب هذه المواد لما تحقن بطاعة نتائج طويلة الأمد في تخفيف الألم عن المريض وبتعمل على تجديد أو ترميم الأنسجة مثل أوطار أو المفاصل أو الأعصاب أو غيرها وبالتالي نتجنب الخطورة الناشئة عن العمليات أو مسكنات لأنها آمنة وبتعطينا نتائج بإذن الله طويلة الأمد نعم فهذا التدخل ممكن يأثر على المريض مش بس جسدياً وإنما أيضاً نفسياً لأنه يعني لما عامل الألم خلينا نحكي يبطل موجود يخف أيضاً هو بحس حاله بأنه قادر يتحرك بسهولة أكثر فهذا أيضاً رح يأثر عليه نفسياً صحيح قلت لي لك كثير من مرضى الحقيقة خصوصاً الكبار في السن بكون نفسيته تعبانة لأنه بتعود أنه طول عمره إنسان نشيط صاحب قدرة مستقل بذاته الآن شعر أنه مش قادر يقضي شؤونه اليومية بنفسه وأنه بحاجة للآخرين فلذلك الألم له تداعيات مش جسدية نفسية وسلوكية أيضاً نعم خلينا نحكي عن أساليب وتقنيات طبية التجديدية المتاحة حالياً لحتى التقليل من الألم يعني ذكرت قبل شوي أنه يمكن فيه إبر بتم إعطاءها بنفس المفصل بنفس المكان للمصاب أو اللي فيه ألم إيش فيه كمان أساليب أخرى موجودة؟ والله هي أساليب كثيرة متعددة يعني لما نيجي نحكي على خشنة الركبة خشنة الركبة الآن حالياً نلجأ إلى أساليب مثل إبر البلازمة إبر البلازمة طريقتها أن نأخذ دم من المريض وبعد فصل الدم عن البلازمة بصف معنا محلو أصفر غني بالصفحيحات هذا منحق أنه في مفصل الركبة أو مفصل الكتف الإيش الثاني اللي منستعمله كمان إبر بيسموهم برولوثرابي وهي تحتوي على الدكستروز ووتر ومراتب تكون مطاعمة بكل جين الأعصاب هذه نعطيها لكافة أنواع الألم أخليلك مثل الصداع وألام الكتف وألام العضلات وألام الدسك وغيرها نعم لما نركز كمان على الجانب النفسي والصحة النفسية ما هي الأساليب والطرق المتوافرة ضمن هذا النوع من العلاج؟ أختي لي لك الكثير من المرضى أو عائلاتهم بيقولنا الوالد كان طبعه هادي صاير كثير عصبي أو الوالدة صاير كثير ساكتة ما بتحكي لحده هم ما بيكونوا عارفين كيف يتعاملوا معه ولما يأتي أو الوالد يتعامل معهم بعصبية بيحاولوا دافع نفسهم أنه إحنا ما غلطنا معك دائما بنصح الناس وبقولهم العامل الأهم للإنسان العصبي أنه يصير عصبي العامل الأهم هو عدم الشعور بالأمان يعني هذا الإنسان العدواني سواء كبير السن أو غيره السبب الوحيد أو الأساسي للشعور بالعدوانية أو العصبية هو عدم الشعور بالأمان والسبب الأساسي للإنسان الكبير في السن لما يكون صامت هو أنه أصبح يدرك أنه ما في حدا من الموجودين حاوله يفهمه فيبقى ساكت ويقول لك ليش أحكي محدش فاهمني طيب كيف نتعامل مع كبير السن؟ أول شيء كتير بهمنا أنه نجلس مع هذا الإنسان ونسأله إيش يتفكر فيه وما هي مشاعرك وإيش هي الإشي اللي أنت قد تكون قلق أو خايف منه غالبية الأحيان أخت ليلك كبير السن إن كان ذكر أو أنثى إن كان أب أو أم السبب الرئيسي إنه صار على هامش الحياة في يوم الأيام كان هو سوبرمان هو اللي بيقرر هو اللي بيعطي التعليمات هو اللي بيصدر القرارات الآن صارت الدنيا حوالي يتمشي وهو لا يعلم إيش اللي بيصير ما حدا بيستشيره ما حدا بيأخذ رأيه ما حدا بيسمع له فصفه وكأنه خارج اللعبة الطريقة في مرة من المرات وجدت أهل ويتعامل مع كبير السن بهذه الطريقة بعد ما جلسنا معهم وشاورناهم ونصحناهم أصبحوا الأولاد أبوهم رجل أعمال وعنده مصانع صار يجوا بالليل ويجلسوا مع أبوهم الكبير السن ويستشيروا في شؤون عملهم والبزنس والمصانع ويأخذوا برأيه فجأة إلا أيام الرجل رجعت له ابتسامته وثقته بدفسه لأنه فيه قيمة كبيرة عنده قيمته هو الإنسان الكبير الذي يعطي التعليمات ويعلم وصاحب التجربة لما اعطناه هذه القيمة رجعت إليه السكينة والطبيعة الإيجابية نعم يمكن كمان مرات كبار السن بيكون في عندهم تحديات فردية بتكون موجودة بتكون مختلفة من فرد إلى آخر من كبير بالسن إلى كبير بالسن آخر اليوم كيف ممكن أنه طبق التجديد يتعامل مع هاي التحديات اللي بتواجههم كأفراد أول شيء التحديات الكبيرة في السن مثل ما بنعرف أنه قدرته على التركيز بتكون أقل السمع حدث السمع عنده بتكون أقل قدرته على الرؤية بتكون أقل الحركته بتكون أقل الطب التجديد أو الطب التلطيفي بقوم على أساس أن هذا الإنسان تعودنا إحنا كأطباء طول عمرنا نهتم بس في الأشياء الحسية يعني نطلع على وضائف الكلاة وصورة الأشعة إلى آخره بس ما بنهتم ما وراء ذلك الطب التلطيفي يقوم على أساس أن هذا الإنسان يجب أن تعزز عنده الجانب الجسدي والنفسي والسلوكي والاجتماعي والروحاني يجب أنه نعامل الإنسان على أساس أن رب العالمي خلقه من جسد وعقل وروح إذا أغفلنا هذه الجوانب فلا نفلح في تحقيق تحسين نوعية الحياة لهذا المريض نعم طيب ذكرت هلأ أنه مرات أهل المريض أو أهل كبير بالسن مش عارفين كيف يتعامل لأنه في أمور ممكن تتغير بسلوكيات الأهل لما يكبروا بالعمر لا أسباب يمكن ذكرت أنت حضرتك معظم هذه الأسباب اليوم كأطباء لمين العلاج هو بيكون موجه؟ يعني اليوم حضرتك كدكتور بهذا التخصص لما يجي عندك المريض هذا العلاج اللي أنت بتقدمه هو مش بس للمريض وإنما أيضا لأهل الكبير بالسن اللي يمكن عنده يكون مجموعة من الأمراض تجمعت عنده بهذا العمر المتقدم كيف اليوم بيكون التعامل معهم؟ لأنه أيضا كمان ممكن يكون في صعوبة بإقناع الأهل بكيفية التعامل مع كبير السن اللي حكيته صح أخت ليلك يعني إحنا كأطباء مرات نتعامل مع إنسان المريض ونغفل أن العائلة كمان تعاني ومن بادئ الطب التلطيف اللي تعلمنا أنه تحسينه وعيتي الحياة للمريض وعائلته يعني تخيلي إنسان في البيت عنده سرطان الله يعافينا ويعافيكم جميعا إن كان أخ أو أب أو أم بش معقول أنه هو بس بعانه الباقي الأفراد العائلة كمان يعانوا لذلك من الأشياء المهمة كذلك اللي هو تبليغ الأخبار الطبية السيئة أنه نبليغهم كيف تطور مرض رحسين مع المريض حتى لا يتفاجئ بخطوات القادمة نعلموا كيف يهتموا بهذا المريض ونعلموا أيضاً يعتنوا بنفسهم لأن مرات بتكون زوجة هذا الإنسان كرست حياتها لخبة هذا المريض وهي نفسها صارت مرهقة وتعبانة وما عادت قادرة تعتني بنفسهم لذلك نعلم الأهل كذلك كيف يتعاملوا مع ذواتهم وكيف يتعاملوا مع هذا المريض نعم نصيحة أخيرة بتحب توجهها دكتور النصيحة الأخيرة اللي بحب أحكيها للأهل أنه إنسان المريض في السن كبير في السن الحقيقة يجب أن نعلم أنه عنده احتياجات الاحتياجات تختلف من شخص لآخر في ناس بحاجة إلى المحبة في ناس بحاجة إلى التقدير في ناس بحاجة إلى الرضا في ناس بحاجة إلى الاستحسان في ناس بحاجة إلى حب الاستماع هذه حاجات مختلفة من شخص لآخر ولذلك من أنت تفضلت أخت ليلك الإنسان الكبير في السن يختلف من شخص لآخر عليك أن تدرك إيش هو الحاجة اللي عند والدك هل هو بحاجة للمحبة والكلمة الطيبة ولا بحاجة أنه يشعر أنك أنت فخور فيه ولا بحاجة للاهتمام فنحاول نوفر له احتياجاته حتى نشعره بالطمأنينة والرضا والسكينة شكراً لوجودك معنا دكتور محمد بوشنق استشارة الأمراض الباطنية وعلاج الألم والطب التلطيفي أهلاً وسهلاً بك أهلاً سهلاً بك